بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد فولكان بوزكير رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة معالي السيد أنتوني قوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة الزميلات والزملاء الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خمسة وستون قفلا وتسعة وثلاثون أما وأختا وزوجة وابنة ارتقوا منذ أن شنت إسرائيل عدوانها على غزة في العاشر من الشهر الجاري ومع كل يوم يمر من دون أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ويوقف العدوان يفقد أب ابنه وابن أباه وأم طفلها وطفل أمه مائة وعشرون غارة تشنها اثنان وخمسون طائرة على قطاع غزة المحاصر في خمسة وعشرين دقيقة يرتقي الأبرياء تدمر بيوت المدنيين العزل وتنتهك حقوقهم ويقتل أملهم في بيت آمن وفي مدرسة وفي عيادة في أحد عشر يوما شرد العدوان الإسرائيلي حوالي خمسة وسبعين ألف فلسطيني في غزة لاجأ معظمهم إلى مدارس الأنروا التي ما تزال غير قادرة على تأمين إيصال المساعدات الإنسانية لهم والتي يجب أن يستمر توفير الدعم المالي لها كفا كفا قتلا كفا تدميرا وكفا انتهاكات للقانون الدولي ولمثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الإنسان كفا قتلا للأمل وتجديرا لليأس وعبثا بمستقبل المنطقة التي تدفعها الممارسات الإسرائيلية نحو المزيد من الصراع وتحرم كل شعوبها حقهم في الأمن والسلام وتهدد الأمن والسلم الدوليين يجب أن تتحرك الأمم المتحدة فورا لتحمي ميثاقها وتحمي قراراتها يجب أن يتحرك المجتمع الدولي فورا ليوقف العدوان على غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وليلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف خروقاتها للقانون الدولي واعتداءاتها في القدس المحتلة وعلى مقدساتها وفي باقي الأراضي الفرسطينية المحتلة وليوفر الحماية للشعب الفرسطيني أحالت سلطات الاحتلال القدسة مدينة السلام ساحة للقهر والقمع والظلم تستفز مشاعر نحو ملياري مسلم باعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بمساحته البالغة أربعمية وأربعين دنما مكان عبارة خالصا للمسلمين وتعتدي على حقوق المواطنين الفلسطينيين في بيوتهم في سعي لتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة تهجير سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم سيكون جريمة حرب فلهؤلاء المواطنين الفلسطينيين حق بين في بيوتهم التي ولدوا فيها وعاشوا فيها وعاش فيها آباؤهم وأجدادهم أي ظلامية تلك التي تعطي نفسها صلاحية استباحة هذا الحق وفق القانون الدولي المقدسيون سكان محميون ووفق قرار مجلس الأمن رقم 478 للعام 1980 لا سلطة للإحتلال وما حاكمه عليهم الدفاع عن حق أهل حي الشيخ جراح في بيوتهم دفاع عن القانون الدولي وعن قيمنا الإنسانية المشتركة والمملكة الأردنية الهاشمية ستظل تدافع عن أهل الشيخ جراح وعن حقوقهم عبر جميع الوسائل المتاحة وبالتنسيق مع أشقائنا في دولة فلسطين وسيظل الأردن يوظف كل إمكاناته لحماية المقدسيين والدفاع عن القدس وسيبقى الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمقدسات في القدس المحتلة وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها أولوية الوصي عليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي من فك يحذر من أن القدس خط أحمر وأن المساس بالقدس ومقدساتها لعب بالنار وستظل المملكة تبدل كل جهد ممكن وتعمل مع جميع الأشقاء والشركاء من أجل زوال الاحتلال وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حق في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 ليتحقق السلام العادل والشام يجب أن يتوقف التصعيد الخطير الذي تتحمل إسرائيل مسؤوليته هذه أولوية اللحظة وطريقها وقف العدوان فورا ووقف كل الممارسات الإسرائيلية التي فجرته والتوصل لوقف لإطلاق النار ينهي هذه الدوامة الدموية من العنف ويجب أن تتكاتف كل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والذي إن لم ينتهي سيتفجر حتما تصعيدا أخطر وسيبقي المنطقة كلها رهينة الصراع في كل لحظة فالاحتلال هو أساس الشر كله وزواله هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام لن تنعم إسرائيل بالأمن ما دامت تحرم الفلسطينينا منه ولن تنعم إسرائيل والمنطقة كلها بالسلام ما ظل الفلسطينيون محرومين منه تقوض إسرائيل فرص السلام ببناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير السكان ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات وتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس وفي باقي الضفة الغربية المحتلة هناك أكثر من سبعمائة ألف مستوطن في القدس وباقي الضفة الغربية المحتلة حاليا مقارنة بحوالي نصف مليون في العام 2010 ومقارنة بحوالي ثلاثمائة سبعين ألف في العام 2000 بناء المستوطنات اللاشرعية يمضي بوتيرة غير مسبوقة وهذا تقويض ممنهج لحل الدولتين الذي أجمع العالم كله على أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وقتل حل الدولتين سيجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتميا وهذا يفرض السؤال عن طبيعة هذه الدولة دولة تمنح كل سكانها حقوق متساوية أم تكرس نظام الأبرفايد ووهم هو الظن بإمكانية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في ظل نظام أبرفايد تماما كما هو وهم الظن بإمكانية تهميش القضية الفلسطينية والقفص فوق فلسطين نحو السلام وأن يكون الاحتلال من دون كلفة الزملاء العزاء من دون إيجاد أفق حقيقي لإنهاء الاحتلال ورفع الظلم وتحقيق السلام العادل الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية لن ينتهي تصعيد حتى يتفجر آخر في دوامة لا نهاية لها من العنف التي ستدفع المنطقة والعالم ثمنها الزملاء العزاء اللحظة حاسمة فإما انتظار تفجر هذه الدوامة وكل ما ستجلب من معاناة وعنف ودمار وتهديد للأمن والسلم الدوليين وخرق لمثاق منظمتنا وقيمنا الإنسانية كل بضع سنين كما هي الحال الآن وإما تحرك فوري فاعل لمعالجة أساس الصراع من ظلم وقهر واحتلال ولإعادة الأمل والتوصل للسلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وشعوبها والذي يشكل خيارا استراتيجيا وضرورة إقليمية ودولية الزملاء العزاء الخيار يجب أن يكون واضحا ووقت التحرك هو الآن شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته